موسيقى أثورة ذي مغنوبة لازم نعدل موسيقى موسيقى ولدتك يا ابن آدم أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فأعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا الصورة المغنوبة الليلة يا مشاهدنا الطيب هي في زول يبكي وسط ناس بيضحكوا ليبكاه وبالمقابل في ناس حيبقوا لضحك زول تاني عشان نوضح الصورة أكتر شوفوا البني آدم ده أو البنت آدم دي مما يلدوه ور 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 أو ور 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 حسب نوحة داية المرجاته من ساحة الرحم إلى ضيقة الدنيا موسيقى موسيقى وشوفوا الناس الحول بيضحكوا فرحانين أنه مرك يبكي ويقولوا ليك إن شاء الله بكى الطفل ويمكن بعد ذلك يقوم يوزع الحلاوة والبارد كمان نحن بنقول الصورة دي مغلوبة محدولة ويمكن واضح لينا من زمن سادتنا الأنبياء زكريا وإبراهيم عليهم السلام ومن أطوار الجنين الأولى فهب لي من لدنك وليا ويا يحيى خذ الكتابة بقوة وأتيناه الحكمة صبية ومع فرحة بقى سيدنا يحيى يشكر ويفرح أبوه سيدنا زكريا ويصمح عن الكلام ثلاثة أيام المهم يا أحباب قدامنا صورة البكة البفرح ويضحك دي واضحة لكن كيف يكون في ضحك ببكي دا نحن قصدنا به عنوان حلغتنا دي وهو عسن الخاتمة عسن الخاتمة هل بتضحك الزول دي ما بتجي إلا لزول صالح ومفتح صالح وفرحان للقاء ربه وربه برضو فرحان للقائه لكن وسط فرح دا الناس بيبكوا على فراغوا وزي ما قالت الخنسافي لساء أخيها صخر ولولا كثرت الباكين حولي على إخوانهم لغتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلن نفسه عنه بالتأسي حقيقة حقيقة يا أحباب طيبة لخلانا نختار صورتين المتقابلتين الليلة دي إنه وقع في إيدنا كتاب بعنوان حسن الخاتمة والألف الكتاب أول حاجة زول ثقة ومعلوماته موثقة وهو أول زول أنشع منظمة حسن الخاتمة المنظمة السورة المغابرة قدامكم دي والأضاعة معظمة بالأعمدة برضو الواقفة قدامكم دي وبنت فيها المظلات والوضايات والمويات والمصلايات اللي انتوا شايفينها رأيي العين وأخونا الدكتور دي وضح في كتابه كيف أهل الخير تسارعوا وتنافسوا وجمعوا المليارات لهذا العمل وحفظوا حرمة الميت والحي بس إن شاء الله نسل الكهرباء والموية وضربت الدمغة والنفايات ما يكون بطل علوم إصالات إلكترونية وبدل ما تكون حسن الخاتمة تكون الصورة ختمة الخاصمة نقول يا أحباب ما زلنا نتجول بين الأحياء المنتبهين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ما ما تنتبه يبقى الناس قدامكم ديل المنتبهين ونحن النايمين يعني هما الصاحين ونحن المالين الأسواق وجارين بالأبواق ومتخاصمين كان فريغين أو كان فردة فردة نحن الحديث قال عننا نحن النايمين وبنصح عمتين بنصحة ساحت الموت أو ننتبه الموت المامن فوت فإنه ملاقيكم وكل ابن آدم وإن طالت إغامته يوما على آلة حدباء محمول يبقى الصلاح والفلاح ساعة النوم ده يهل خلانا ناس حسن الخاتمة وخلى الناس النبشوهن في بعض القبور الحولوها ولا عملوا كباري ومجاري بعندها عشان يبنوا جسور أقسموا الناس النبشو القبور ديل وبشهادة كاتب هذا الكتاب إنهم لقوا رجال ونساء ماتوا قبل عشرات السنين أجسام وكفانة كأنهم ماتوا هالسعدة ودفنوهم بل انبعثت من قبورهم بعض روايح المسك وكمان لقوا مرمحنا بأي حنته لها كمتاشر سنة والقصص دي كنا بنسمع بها سمع وما مصدقنها وليس مراءة كمن سمع يبقى يا أحباب ما دام الصلاح والفلاح بيحفظ ذرية الميت وكان أبوهما صالحا زي ما بيحفظوا في قبره وما دام الحسنة لغاطة نحن دائرين مع القيطة الدنيا ده نلجط للآخرة ونمد إيدين بالقليل أو الكتير لجيين يسعدون على دفنبونا وتسوير وإنارة قبره وصب وحفر المقابر وكتابة الشواهد وتوصيل الموية عشان عجن الطين وما نبقى زي ما قال المسل السوداني سعدوا على دفنبوه دس المحافير بمناسبة المحافير دي عايزين نقول زي ما في خيرين صورة معدولة بيتبرعوا بلواير الخرصانة والرملة ويمشوا يشتروع عشان المغابر وفي ناس بنزلوا عطمان الأسمنت لهذا الحمل في أي حي في ترزية بيجهزوا كفر للرجال كم قطعة وآخر للنساء كم قطعة والرباطات وحتى الغسالات بل حتى أكفان الأطفال نحن عايزين نقول بأنه الما قادر مننا على الصورة المعدولة الكبيرة دي إن شاء الله يتبرع ليه بفردة كوريغ والطورية وطبعا لو بيقى من أصحاب المغالق أو المحالق ياريت لو رفع ليه دستة أو دستتين من هذه الأدوات وزي ما الدنيا دايرة برضو الآخرة دايرة وطبعا من الصورة المقلوبة إنه نجى في مغبرة الوضايات موجودة لكن الموية قاضح يا ناس الموية وزي ما في ناس مسخرين للشر في أكتر منهم مسخرين للخير في لحظة الشباب يتشحلقوا يعلقوا الصيوان ووحدين يجروا يجيبوا الصبارات والتلج وعد علينا المايل من شبابنا ما بيضاروا وهب يركبوا البكاسي وطوالي على المغابر يجهزوا القبر يمكن قبال ما المرحوم يصل من المستشفى دا لو ما بيقى في الرمغة الأخير يا أحباب ونحن بنقري في لافتت في إحدى المغابر إنه هذه المغابر مغابر نموذجية طبعا الناس بضحكوا عليه كيف تكون مغابر نموذجية لكن خلونا نحن نضحك ضحك الآخرة ونضحك أكثر من الشافع دا والقبال لما ولدوه كان بيبكي ونحن كنا بنضحك عايزين نضحك لما يبكوا علينا ومن أحسن الظن فقد أحسن العمل وكفى بنا الموت واحظا سألنا الله يجعل أحسن أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لغائه ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وأن نعدل الصورة قبل أن تعدل لنا بس في الختام دايلين نقولي الناس التخطيط العمراني الإسكاني للخطط دار الخراب دايلينهم في خطط مع ميادين الأسواق والخماسيات ومراكز الشرطة وأسواق الدلالات دايلينهم برضو يخططوا لنا في كل مدينة مساحات استراتيجية خمسينية ومئوية لدار العمر اللي هي المغابر ولو في دلالة في الجراند هولي دي لأسواق أو أراضي استثمارية برضو حقوا يدقوا جرس لمن يدفع أكتر للدار العمر كل يوم الناس بيمشوا بالمئات من الدار الفانية ليها وما شوفنا أنه يوم واحد ناس واللزول انتغل من ديك العمر الى دي وأظن حكاية البعات اللي كانوا يخوفون لينا بيها وحاج الحواتي عفا عليها الزمن وطبعا زي ما في ناس في القبور ربنا قال عنهم أحياء عند ربهم يرزغون برضو في ناس ما عاشين في الدنيا دي وهم هموات همهم كل من المطبخ للحمام وزي ما قال الشاعر ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء وبرضو الشاعر قال صاح هذه قبورنا تملأ الأرض فأين القبور من عهد عاد صورة دي مغلوبة لازم نعدل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر